تقدم السنين مع الدعاء بالصلاح يجدد المودة اي والله انا اسأل الايام هذه احبابي قلت المودة في قلوب حتى المتزوجين حديثا نسمع قصص تحزن زوج مع زوجة يتزوجوا في قاعة كذا وراحوا والله اجزاهم خير الى بلدة في شرق آسيا وليلتين ثم قالت ما بي ان امعه وسكنت في غرفة وهو في غرفة ثم حجزت للعودة يقول لبعض المصلحين اسمعوا قصص ان بعض الزوجات عدنا من 14 يوم شهر العسل بعد ايام اكتشفت انه كذا وهو يقول اكتشفت انها ما تفهم الحياة ليه هذا فيزيا عشان ما تفهمهم بعض حياتنا جميلة ونعرف بعض لكن في معاصي في معاصي في عدم بحث عن الصلاح نعم في تعجل نعم في ناس ما يصبرون نعم في نساء تريد السعادة في اول شهر نعم لا قد لا تتولد السعادة والفرح الا بعد اعوام اصبري وانت اصبر وهناك امر قد تبنى البيوت على المودة ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها السكن الانسان اليها ليس معها اليها معنى ذلك انها عرواح تتعانق انها قلوب تلتف انها قلوب تحضن بعضها بعضا انها تعامي وليس هناك عمى تعامي عن الزلات دعاء في ظهر الغيب اصدقون ان بعضنا يدعو لابنائنا ما يدعو لزوجته ناسي مع انك اذا دعوت لها صلحت واصلحت وصلح البيت وصلحت انت لذلك ايها الاحباب المودة قد تكون بيننا في البيت فان لم تكن فليكن بوابة الرحمة الرحمة يقال ان رجلا كان صالحا في المسجد فدخل عليه رجل شايب قال انا ساسافر واني اريد ان انكحك ابنتي فانها سمعت عن صلاحك وانا اخطبك لها فهل لا قبلت تورط الرجل ولا يدري حسنها من قبحها قال اصلي ركعتين فصلى ثم قبل بها وتزوج فلما دخل على المرأة اذا هي شوهاء عمي عوراء عرجاء شوهاء لا حسن في وجهها ولا ترى الا بعين والاخرى كريمة اي لا ترى بها وبها عرج فلما دخل بها حمد الله استخار وفوض الامر الى الله وسار معها لا يسمعها ما يحزنها يقول فصبرت عليها وبها غيره يعني المرأة فيها غيره هو جميل ووسيم وحسن الخلق قال حتى كادت تقول صلي في البيت لا تصلي جماعة لا حول ولا قوة من غيراتها ما تبهه روح صلي جماعة يلا هذي نشبه حلها يعني ما ما يسافر ممكن نقول لكن ما يصلي مع المسلمين هو رجال فكانت تتمسك بثوبه وكان يتخلص منها ويصبر عاش معها خمس عشرة سنة اسمع يا ابو خمسة عشر اسبوع وتقول بطلك يا ناس يا شباب إذا طلقت معناك طعنت قلبا كان ينبض فتوقف الطلاق يكون علاج لكن مهب بها السرعة ما تفهمني وليه ما تفهمك يا أخي الحبيب أنت يمكن عاصي فعص الله عليك ظالم فظلمت بسببه أو هي تحتاج صبر وأن تدعو الله الذي خلقها أن يصلحها قال فجلست خمس عشرة سنة معها فماتت بعضنا يقول الله يبشتك بالخير يا شيخ يعني كأنه فرحان أنها ماتت هو كان حزين على موتها قال فوالله اسمع الكلمة الجميلة من الرجل الشهم الكريم قال فماتت فوالله لا أذكر عملا أرجو به الجنة إلا صبري عليها